تعالى أوريكم رسول الله كيف يتسامح رسول الله سلم بذكركم بهذه المسألة رسول الله كان له يوقد في بيته النار يعني ما يتبخش في بيته الشهر الهلال والهلالين يعني يقعد شهرين مفيش حاجة بتنضج في بيته يعني في الآخر خالص هيبقى ماشي على الخبز أو على الأسودين التمر والماء طيب بس في حاجة لازم نعرفها أن رسول الله سلم كان في إطار الطعام في بيته كان متغاضيا ليه؟ لأن لما نضم ده مع حديث لما سأل رسول الله سلم عن السيدة عائشة ستين مؤمن عن سيدة عائشة رضي الله عنهما إيه اللي حاصل سألها فقالت إني لا أعلم عنها إلا كل خير كويس إلا أنها تنام حتى يأتي الداجن فيأكل عجينها إذن فرسول الله كان ييجي من بره يقول إيه؟ على عندكم من طعام؟ لا الطعام راح فين؟ أكلوا الداجن يعني إيه اللي حاصل؟ بس رسول الله متغاضي متجاوز فيقول إني صائم فسيدة عائشة يرتبط عندها لما رسول الله سلم يسوم من مش من أول الفجرة لكن يسوم من وسط النهار فيأيه اللي حاصل؟ هي حسة وشايفة إن رسول الله سلم حول هذا الأمر إلى إيه؟ إلى حافظ حياتي فيأيه اللي حاصل؟ فتغاضي بس فيه حاجات رسول الله سلم يعني ده نوع من أنواع التغاضي احنا لم نسمع رسول الله عاتب السيدة عائشة خالص على ده لكن ييجي في درجة تانية يعمل إيه رسول الله سلم يعالج ده؟ إيه الدرجة التانية؟ لما كسرت السيدة عائشة صفحة الإيه؟ السيدة حفصة فعمل إيه؟ فأخذ وقال غارت أمكم يعني عمل إيه؟ عمل عنوان لده ففيه إيه؟ عتاب لا تتركي غيرتك تعمل إيه؟ تفسد أموال غيرك فأخذ المال بتاعي خذ طبق من عندها والدالي السيدة حفصة لكن في حالات بقى أن نقف عندها زي رسول الله سلم لما يغضب أو رسول الله سلم لا يرضى عن إني زوجاته يتفقوا عليه فإيه اللي حاصل؟ فيبقى هنا في وقفة وعشان كده هنا بنتعلم أن التسامح بيعلمنا أن فيه خطوط حمرة والخطوط الحمرة دي ما لقاش علاقة بالتسامح لكن ليه علاقة بالإصلاح أيوة ودي في قمة هرم التسامح عن أخذ موقف مثلا ونقف وقفة واضحة والمسألة مش هتمر هل ده معناه أني أنا مش متسامح؟ لا أنا متقبل بس في قاعدة مهمة وعبقرية تعلمناها من الشرع الشريف عشان تخلي الناس تتسامح بسهولة كده فيه ناس ما بتقدرش تتسامح لأنها متصورة أن التسامح ده معناها إيه؟ معناها الإفساد أو الله أننا لما هتسامح مع شخص هسيبه يفسد وإيه خلاص هو يفضل يفسد ولا حد يحسب بس التسامح مش كده لازم نفرق ما بين التسامح والإيه؟ ومحاولة إفساد الشخص عن طريق التدليل أو عن طريق حالة من حالات أني أترك الإنسان يتمادى في غيه ترك الإنسان يتمادى في غيه ده مش تسامح إحنا عايزين نتكلم عن التسامح الرشيد فنفرق ما بين التمادى الإنسان في غيه والتسامح التسامح يعمل إيه بقى؟ عشان يبقى التسامح تسامح رشيد في قاعدة عبقرية أخدناها من الشرع الشريف كله بإيه القاعدة دي؟ إن إحنا نفرق ما بين الفاعل والفاعل أنا مش متقبل الفاعل لكن متقبل الفاعل إيه كلام الفلسفية؟ لا ده مش كلام فلسفي يعني أنا مش موافق على الفعل ده لكن إنت حبيبي يعني إيه؟ يعني الفعل ده أنا مش عايزين نكرره مرة تانية بس أنا لازم أنبه الشخص بأنه هو حبيبي وده معناه إن الحب بيننا باقي لكن الفعل لابد أن يزول لكي يبقى الحب فأنا متقبلك أنت وأنا بحبك أنت كشخص لكن أنا مش متقبل الفاعل ده أنا ما بحبش الفاعل ده وناوي إن أنا وإنت نتعاون ونتكامل ونتكاتف عشان نخلص من الفاعل ده فناوي أكون عاونك على إن أنت تترك الفاعل السيء شوف أنا وبيقوله كده أنا بحبك بس أنا وانا في ظهرك ومعاك إن إحنا نترك الفاعل السيء ده هل ده ما يعناش إن أنا متسامح؟ أبداً ده من قمة التسامح زي ما بقول لأولادنا كده أنا متقبلك بس في نفس الوقت أنا أساعدك إن أنت تبقى أحسن هي نفس الفكرة يبقى التسامح ده يجعل الناس تخرج أفضل ما فيها ترجمة نانسي قنقر